موسيقى أماكن إلا بيكون دعاية ومناس وكثير وآخرين لكن لما بيتأهل لاعب سوري وخاصة بألعاب القوى بصير أشياء كثير ظريفة حقيقة أنا بحب الأشياء الظريفة يعني بدي إلك أنه أكثر شيء بصير شيء ظريف في تشكيل الوفد يعني اللي نفرض أنه اللي يتأهل هو ملاكن الوفد فيه كم واحد لازم يروحوا معه حقيقة ما فينا نقول أنه والله هدول راحين يعني المدرب الطبيب اللي بيعمل له المعالجة الفك حتى اللي بيهويله بالبشكير بالمنشفة يعني هدول ضروريين يروحوا تمام؟ لا بيجي بعد تشكيل الوفد الإعلامي الوفد الإعلامي بقى المخرج والمعد والإضاءة والماكير والكلاكيت والعامل الصوت والآخر هدول كمان يريدون يروحوا وكاتب التقارير ملاحظة تشكيل الجمهور أو يأخذوا معهم مشجعين هاي هيك جرة العادة أنه بيأخذوا لهذا الزلمي بيأخذوا له مشجعين لا تقولي لي أنه والله في عندنا جالية يعني قال ما في حقا ينزل لا في جالية بس هادوان لازم يروح بقى هون اللي بشكل وفد طبعاً بيشعر بالحرقية أكتر تشكيل الجمهور أنه يعني مو شرط الجمهور يكون له معاصفات هلا هون بقى هو بيجي أنه واحد من زمان من المسؤولين بعث ابنه يدرس في كبن هاقين محل ما بدأت نقام البطولة بيبعت مرته أنه كمان تشوف هالولد شد إليه يخطيمه وشايفته يعني واحد ابن مسؤول خاطب كمان رفقته وكمان بنت مسؤول كاتبين كتاب وعلى وشك يتجوزوا هون صارت لهم فرصة بيروحوا بيمضوا شهر العسل إما في كبن هاقين أو في أحد الدول الأوروبية لأنه لما بيروحوا من هون بيأخذوا فياز شنغن يعني شنغن بكل أوروبا والإتحاد الأوروبي فمين ما بدوا فتصوري أن هذا اللي بشكل الوفد يعني قديش بينا له الثواب إذا هذول هالناس هذول هو وخطيبته قديش بيكون انبسطه وهو ومرته يعني وهو بناله الثواب طبعا وزراحة المرة شافت ابنة يا أخطي كمان أنا مقدر روح جيب ديارة لبنتي اسمه هايك حفلة وحفلة طالب هلا معك بنت انت بنت اي طبعا طبعا انت عز الطلب يعني إذا رحتي ضمن الوفد تشتري ديارة على كيفك مداني مرك أو غيره بس لما بتجي هي حلاوتة وين لما بتجي لهون بعد ما تولدي بالسلامة بتأدي بين رفاءتك والله أنا ما بجبلن لبناتي ديارتون إلا من كبين هاكي أو بس تنخطيب بكنا هلا بالأيام لما بتنخطيب شو بتعملي إنتي اللي وقفة عندي تصدري إنتي لورا والله نحنا بناتنا مدللين والله أنا من ظغرة يعني لما كانت صغيرة يسألي هاي أبو فلان جوزك يعني اسألي والله ديارتا من الدانيمارك من كبين هاكي اي والله هون بقى يعني ننتقل للمرحلة الثانية من هاي العملية هلا هون أكيد فيه طرافة بالموضوع لأنه يمكن ما بتصير إلا بسوريا بس العملية اللي بعدها أنا وثقة انه رسا فيه شغلات تستبدأ عارفون طبعا هي هاي شغلة إلا علاقة بالفوز هني قبل ما يوصلوا على الدانيمارك على كبين هاكي المسؤول الأمني اللي هادا قلتلك عنه قبل بشوي طبعا بيوحيلوا أو بيفهموا للملاكين فرى إذا فزت أخذت أي ميدالية زهبية فضية برونزية أي شيء أو حتى أي شهادة تقدير يعني من لجنة التحكيم هاي كالعادة تهدى للسيد الرئيس عندن هيك نظام إنه إذا كان فيه واحد أخذ الجائزة الثالثة مناصفة في القصة القصيرة في مركز ثقافي صغير يوقف أمام الكاميرا بقول أهدي هذا الفوز الثمين إلى سيد الرئيس وهذا الملاكم فهم إنه ضروري طبعا حسب الخطر يعني إنه إذا فاز لا سمح الله يعني وقام نسي يعني لا سمح الله نسي مشكلة يعني فحط الدرس بزهنه هون بقى إجا على الراوند الأول هي المبارات الملاكمة تتألف من عدد من الراوندات يعني أو الجولة بيسموها راوند ففي أول راوند حظه كان سيء كثير طلع الملاكمة المقابلة وهو بطل عالم بالملاكمة وآخذ عدة جوائز سابقان وهيك فهو الزلمي مبقى دقل الساعة طول فعطاه بوكس مرتب نزله خالص يعني في الضربة القاضية عدله الحكم واحد اثنين ثلاثة قال له أنت تستمر لا تنسيحه قال له لا أنا خالص هون بقى لما هو وصل بهذا الاستحقاء وخاض الراوند الأول بنجاح الضخمة للمستقبلة فأجيت رأسا جماعة التلفزيون الوفد الإعلامي المرافق رجدوا العمده هو عايف حاله يعني على الأرض فقال لهم اهدي هذا الراوند للسيد الرئيس ويكشف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة